كيف تصبح بي هاتف؟ ايه بل كيف حالك؟ حلو والله ايش بتسوي؟ والله نثقه شوي عرفت انه اليوم صار في قباح جديد لكورونا والله بتحكي جاد؟ اه؟ ونسبة نجاحه اكتر من 90% تخيل؟ حلو؟ يعني باي باي كما مات ونسافر بدون ما يدحشون هذا الورينا بخشمنا وبوز جارتي اللي انا انسى انسى اسمع هوا ببلاش ولا بمصاري؟ ايه اكيد ببلاش حلو؟ لو بيعطوك سندوش فلافل بعد ما تخلصوا لقد اتجوحانا بل بس ايه السابات ببجي كمان للكل ايه؟ ايه؟ ايشوه الحال؟ ها تتكلم؟ ايشوه الحال؟ ها تتكلم؟ ها تتكلم حالك كريسيانو ورونالدو ولا؟ او فلاطانو ها تتكلم ايه؟ نحن كمان هنا تتكلم بالشعب ها تتكلم هناك؟ سلام 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 عليكم فيديو اليوم هو خبر حلو بيهمنا كلها خبر عن جد كتير حلو قبل كذا ساعة أعلنت شركة فايزر الأمريكية وشركة بايو نوتيك يمكن قلت اسمها صح أنا بايو نوتيك أظنني هيك أنه لقوا وأخيراً لقاح لكورونا وأخيراً التقى اللقاح وأنه فعالية هذا اللقاح 90% ناجح يعني نسبة كتير منها والرئيس الأمريكي جديد جو بايدن صرح قبل شوي أنه هذا الخبر كتير منها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وصف نجاح اللقاح بالأمر الممتاز عن جد ورح يأثر على كتير ناس لأنه في ناس كتير الضررت من موضوع الفيروس ليش متحمس أنا وعب أحكي على السريح لأنه خبر عن جد كتير حلو يعني رح نرجع نسافر ونروح نجامعة ونسوي كل شي طبيعي رح ترجع للحياة الطبيعية تخيلين؟ المهم الشركة جربوا اللقاح على أكتر من 40 ألف شخص بسد دول كانت النتيجة دائماً 90% نجاح يعني الأشخاص اللي تلقحوا مرتين 90% منهم ما صابون كورونا والنتاجة بتظهر بعد 7 تيام من أخذ الجرعة جرعة اللقاح الخبر اللي أحلى من هيك لسه أنه على الأغلب الشركة رح تطرح أول دفع من الجرحات الشهر الجاي رح يطرحوا بشكل مبدعي 50 مليون جرعة ولآخر السنة الجاي رح يكونوا تقريبياً ساووا أكتر من مليار جرعة يعني الجرعات هي بتكفي لأقل من الربع تبع سكان الكرة الأرضية بشوي واخيراً رح ترجع لحياة لطبيعتها فيروس كورونا فتك بكتير ناس أثر على كتير أشخاص يلي بيدرس بطل يحسن يروع على جامعته يلي عنده مهنة تسكر محله يلي كان بيشتغل خسار شغله ومن أكتر 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 الناس اللي اتضررت اللاجئين يلي علقوا على الحدود وأكتر هن اللاجئين اللي موجودين بالليونان يلي ينحصروا بقلب المخيمات وما عاد إلهم فرصة أنه يطلعوا أو يفوتوا ونحن هون عايشين برفاهية وندايقنا كتير بموضوع فما بالك لو أنت تكون لاجئ فإن شاء الله يا رب الله يهون عليهم أهم شيء هنه بشكل مبدئي وبعدين يهون علينا وإن شاء الله تكون لعنة سنة الـ 2020 انتهت بزوال ترامب إن شاء الله تكون السنة الجاية بداية خير لكل شخص لكل طفل ما عاب يحسن يروع على مدرسته لكل حدد ضرر وبس في تغيرات رح أساوية بالقناة بالفترة القادمة بدي رأيكم بسلسلة جديدة غير الأصص والسؤال الأخير قبل ما أنهي الفيديو إيش رأيكم أساوي كل أسبوع فيديو عن حدث معين صار مثل هذا أو مثل الفيديو يلي قبل الأخير بس هذا كان كل شيء الفيديو سريع حطنا هيك لايك قبل ما تنسى ورح يطلع لك فيديو هين هون ضغط على واحد فيه واشترك بالقناة زي ما كانت مشترك واشوفكم فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة